أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الأخبار الاقتصادية والبداية بالقطاع التجاري حيث أعلن اليوم وزير تجارة عمرى بن يونس أنه سيتم المسادقة في الحكومة على مشروع الفصل بين نشاطي الاستراد والتصدير مضيفا بأنه يمكن لكل منتج جزائري يرغب في التصدير بإمكانه فعل ذلك دون الحجة لسجل التجاري الخاص بالتصدير محمد سعداوي رصادة تالي كما أفاد عمرى بن يونس أنه ابتداء من سنة 2016 سيتم استحداث رخص استراد السيارات لتحديد نسبة وحجم الاستراد كتوزيع الكوطات على الوكلة وغيرها كتوزيع في 2016 سيئة للمتجارة من سنة 2016 سيئة للمتجارة من الزيع في المتجارة من المستخدمات في سنة دون الحقومة على المستخدمات من تجاري. وهي أصبحت الموسيقى في المحلات الإمارة على المساعدة على المساعدة على العملات عملية.